أنوها بالخبر العاجل الذي يرد نقلا عن المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة يقول خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة دمرنا ثمانية وعشرين آلية عسكرية للاحتلال كليا أو جزئيا في محاور القتال بقطاع غزة أبو عبيدة كذلك قال إن قوات القسام استهدفت قوات الاحتلال المتوغلة بقذائف مضادة للتحصينات وبعبوات مضادة للأفراد موقعة فيها قتل بشكل محقق على محاور مختلفة للقتال هذا إذن البيان صادر عن المتحدث باسم كتائب القسام